موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة طلبة الصف الثامن أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس الرياضيات أعزائي الطلبة درسنا لهذا اليوم زوايا الارتفاع وزوايا الانخفاض عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادراً على أولاً تعريف زوايا الارتفاع والانخفاض ثانياً استخدام زوايا الارتفاع والانخفاض في حل مسائل حياتية أحباء الطلبة تعلمنا سابقاً النسب المثلثية الأساسية في المثلث القائم الزاوية ألف با جيم النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة جيم جيب الزاوية جتا الزاوية وظل الزاوية حيث أن جيب الزاوية جيم يساوي المقابل على الوتر بينما جتاها يساوي المجاور على الوتر أما ظل هذه الزاوية جيم يساوي المقابل على المجاور أعزائي هيا بنا نتناول معاً هذا النشاط زوايا الارتفاع وزوايا الانخفاض يبلغ طول الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط من رأس الناقورة شمالاً إلى رفح جنوباً 224 كيلو متراً فإذا نظر مراقب إنقاذ يقف على منصة ارتفاعها عن الشاطئ أربعة مترات إلى سباح أمامه يبعد 25 متراً عن أسفل المنصة فماذا تسمى الزاوية التي نظر بها المراقب وبماذا تختلف هذه الزاوية عن تلك التي ينظر بها السباح إلى المراقب أعزائي في البداية نرسم رسماً توضيحياً كما في الشكل المجاور هنا بحيث تمثل القطعة المستقيمة ألف جيم خط البصر ومن الشكل المجاور يتضح لنا أن قياس الزاوية دال ألف جيم هذه الزاوية يساوي قياس الزاوية با جيم ألف هذه الزاوية لأنهما زاويتان متبادلتان فقياسهما متساون تسمى الزاوية دال ألف جيم زاوية الإنخفاض وهي كما نلاحظ هنا أعزائي من الشكل هي الزاوية المخصورة بين المستوى الأفقي للنظر وخط البصر تحت المستوى الأفقي للنظر بينما أعزائي تسمى الزاوية با جيم ألف هذه الزاوية بزاوية الارتفاع وهي الزاوية أحبة المحصورة بين المستوى الأفقي للنظر وأيضا خط البصر فوق المستوى الأفقي للنظر لنتناول الآن هذا النشاط من نقطة تبعد مسافة 15 صحيح و6 بالعشر مترا من قاعدة شجرة وجد أن زاوية ارتفاع قمة الشجرة 36 درجة فما ارتفاع هذه الشجرة؟ إذن بداية أرسم شكلا توضيحيا معتبرا ارتفاع الشجرة سين كما في الشكل هنا أعزائي إذا نظرنا هنا ارتفاع الشجرة اعتبرناه سين والزاوية هذه 36 درجة والمسافة هنا كما نلاحظ بين النقطة المطلوبة وقاعدة الشجرة 15 و6 بالعشر مترا إذن أحبتي لإيجاد ارتفاع هذه الشجرة سين نريد أن نستخدم أحد النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة 36 كما نلاحظ هنا بأننا نريد سين وهو الضلع المقابل للزاوية 36 درجة والضلع المعلوم لدينا هنا 15 و6 بالعشر مترا هو الضلع المجاور لهذه الزاوية فما النسبة المثلثية التي نستخدمها هنا؟ أحسنتم نستخدم الظل وهو المقابل على المجاور إذن باستخدام ظل الزاوية 36 يساوي سين إلى 15 و6 بالعشر هنا أحبتي باستخدام قاعدة الضرب التبادلي نلاحظ أن سين تساوي ظل 36 درجة ضرب 15 صحيح و6 من 10 وباستخدام الآلة الحاسبة كما تعلمنا سابقا نستطيع إيجاد ظل الزاوية 36 درجة بوضع كما استخدمنا في الآلة الحاسبة بأن نضغط على زر تان 36 ويكون الناتج أعزائي 73% إذن هنا سين تساوي 73% ضرب 15 صحيح و6 بالعشر وماذا تساوي أعزائي؟ نعم إنها تساوي 11 صحيح و4 بالعشر متراً وهذا ما يمثل ارتفاع الشجرة أحسنتم في نشاط آخر أحبتي رصد طيار قارباً بزاوية خفاض مقدارها 30 درجة أجد البعد بين القارب والطائرة علماً أن الطائرة تحلق على ارتفاع 3 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر في البداية أعزائي نرسم شكلاً توضيحياً كما في الشكل المجاوري هنا ونعتبر با وهو بعد الطائرة عن القارب إذن أعزائي نلاحظ أن زاوية صاد هنا تساوي 30 درجة لأنهما زاويتان متبادلتان إذن نلاحظ أن زاوية الانخفاض هنا 30 درجة تساوي زاوية الارتفاع بهذا الشكل صاد إذن هنا أحبتي نلاحظ أن صاد زاوية حادة في المثلث القائم الزاوية يقابلها الضلع طوله 3 وهنا نريد أن نجد البعد والذي يمثل الوتر وطوله با ما النسبة المثلثية التي نستخدمها إذا علم المقابل والوتر أعزائي نعم الجيب إذن نستخدم جيب الزاوية صاد هنا نلاحظ أن جيب الزاوية صاد التي تساوي أعزائي 30 درجة يساوي الضلع المقابل 3 إلى الضلع الوتر با أيضا أحبتي هنا باستخدام الضرب التبادلي ينتج لدينا أن با ضرب جيب الثلاثون يساوي ثلاثة إذن با تساوي جيب ثلاثة تقسيم ما هو جيب الثلاثون درجة أعزائي نعم إنها زاوية خاصة وجيبها يساوي نصف فإذن با تساوي ثلاثة تقسيم نصف ونحن نعلم عند قسمة الكسور يبقى الكسر الأول كما هو تحول القسمة إلى ضرب ويقلب الكسر الثاني فيكون الناتج هنا أعزائي ثلاثة ضرب إثنان أحسنتم إذن ماذا تساوي با هنا وهو بعد الطائرة عن القارب نعم أحسنتم ستة كيلو مترات أحبتي لنتناول معا هذا النشاط ثبتت كاميرا على سطح مبنى ارتفاعه ثمانية وعشرون مترا قبالة برج عال رصدت الكاميرا قمة البرج بزاوية ارتفاع مقدارها واحد وخمسون درجة ورصدت أسفل البرج بزاوية خفاض مقدارها اثنان وثلاثون درجة أولا جد البعد بين المبنى والبرج وثانيا ارتفاع البرج عن سطح الأرض نمثل المعطيات كما في الشكل المجاور هنا أعزائي هذا البرج وهذا المبنى ويبعد سين مترا بأن الكاميرا هنا نريد أحبتي أن نجد ارتفاع هذا البرج أولا نريد أن نجد قيمة سين وهي البعد بين المبنى والبرج ونلاحظ هنا أعزائي أن الزاوية اثنان تساوي اثنان وثلاثون درجة لأنها أحبتي زاوية الانخفاض زاوية انخفاض هذه الزاوية تساوي اثنان وثلاثون درجة في هذا المثلث الموجود أمامكم لدينا سين ولدينا الارتفاع الأول وهو هنا أحبتي يمثل نفس ارتفاع المبنى يعني ثمانية وعشرون مترا إذن لإيجاد قيمة سين نراحظ هنا أن الزاوية اثنان وثلاثون لدينا معلوم الضلع المقابل لها وأيضا نريد أن نجد الضلع المجاور لها فنستخدم أحبتي الظل نعم إذن ظل الزاوية اثنان وثلاثون يساوي الضلع المقابل ثمانية وعشرون إلى سين أيضا باستخدام الضرب التبادلي أعزائي نجد أن ظل الاثنان وثلاثون درجة ضرب سين يساوي ثمانية وعشرون وهنا ظل الزاوية اثنان وثلاثون درجة حصلنا عليه من استخدام الآلة الحاسبة وكان الناتج اثنان وستون بالمئة وبقسمة الطرفين على اثنان وستون بالمئة ينتج لدينا أعزائي أن سين تساوي ثمانية وعشرون على اثنان وستون بالمئة وينتج لدينا أيضا عند تبسيط هذه النتيجة أن سين تساوي أعزائي خمسة وأربعون مترا واثنان من عشر وهي البعد بين المبنى والبرج لإيجاد الآن ارتفاع البرج ارتفاع البرج مكون من الارتفاع الأول والارتفاع الثاني إذن ارتفاع البناية البرج الكامل يساوي عين واحد زائد عين اثنان لإيجاد عين اثنان نريد أحبتي أن ننظر هنا إلى الزاوية الأولى وهي زاوية الارتفاع والتي كان مقدارها واحد وخمسون درجة إذن أعزائي واحد وخمسون درجة الزاوية الحادة الضلع المقابل لها نريد إيجاد قيمته والضلع المجاور لها سين وهو البعد بين المبنى والبرج أوجدنا قيمته قبل قليل وكان خمسة وأربعون واثنان بالعشرة نبدأ أحبتي باستخدام النسبة المثلثية ظل الواحد وخمسون درجة إذن ظل الواحد وخمسون درجة المقابل عين اثنان على المجاور سين ونحن نعلم أن قيمة سين أحبتي خمسة وأربعون واثنان من عشرة باستخدام خاصية الضرب التبادلي أعزائي ينتج لدينا أن عين اثنان تساوي ظل الزاوية واحد وخمسون درجة ضرب خمسة وأربعون واثنان بالعشرة وهنا تكون النتيجة ظل الزاوية واحد وخمسون درجة باستخدام الآلة الحاسبة واحد صحيح وثلاثة وعشرون من مئة ضرب خمسة وأربعون صحيح واثنان بالعشرة فيكون هذا قيمة الارتفاع الثاني ويكون الناتج أعزائي خمسة وخمسون صحيح وستة بالعشرة مترا إذن نريد الآن أن نعرف ارتفاع البرج كاملا ارتفاع البناية كاملا ماذا يساوي أعزائي؟ أحسنتم يساوي ثمانية وعشرون وهو الارتفاع الأول بالإضافة إلى نعم بالإضافة إلى خمسة وخمسون صحيح وستة بالعشرة مترا ويكون الناتج أحبتي أحسنتم ثلاثة وثمانون صحيح وستة بالعشرة مترا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وهنا أتوقع منكم أن تتماعنوا هذه المهمة التعليمية وتحلوها يريد رياضي تسلق منحدر ارتفاع قمته 200 متر عن نقطة انطلاقه حيث يمشي في مسار مائل بزاوية مقدارها 30 درجة كما في الشكل المجاور فما طول المسار الذي سيسلكه الرياضي حتى يصل إلى قمة المنحدر إلى هنا أعزائي ينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر